موسيقى الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف نشرة اخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعناوة شهداء وجرحة في غارات على رفح والمغازي واشتباكات وسط قطاع غزة ومصدر مسؤول يؤكد للميادين لا تقدم في مفاوضات الجانب الإسرائيلي والوسيطين المصري والقطري مؤسس وورد سنترال كيتشن يتهم الاحتلال باستهداف موظفي المنظمة على نحو منهجيا في غزة أوستين يعبر لجالنت عن غضبه واليونسيف تحذر حرمان سكان القطاع الغذاء بلغ حدا كارثية المرشد خامن أن يتوعد إسرائيل بالندم وبصفعة الرد على هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق الاحتلال يعلن استدعاء جنود الاحتياط لمنظومة الدفاع الجوي موسيقى قادة محور المقاومة في منبر القدس يؤكدون أهمية صمود غزة وإنجازاتها وتكامل الساحات وثبات الجبهات المساندة المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ستة مواقع حدودية للاحتلال والمقاومة الإسلامية في العراق تعنن قصف هدف حيوي في أزدود وقاعدة راماد ديفيد الجوية بالطائرات المسيرة موسيقى صباح الخير أفاد مصدر مسؤول في المقاومة الفلسطينية للميادين بأن اللقاءات التي جمعت الطرف الإسرائيلية بالوسطين المصري والقطري لم تفضي إلى تقدم جوهري وحقيقي المصدر أكد أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات ولسيما في ملفات وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وأشار إلى أن حماس وفي ردها على ما وردها من الوسطى أكدت إصرارها على مطالبها الرئيسية وتمسكها بالورقة التي قدمتها في الرابع عشر من الشهر الماضي استشد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوبية قطاع غزة كما ارتقى فلسطينيين وأصيب خمسة عشر في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع فيما استهدف قصف مدفعي محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط القطاع الصامد ومنطقة المغراقة شمال مخيم انصيرات وسط قطاع غزة ولليوم الحادي والثمانين بعد المئة تواصل المقاومة تصديها للاحتلال في قطاع غزة مراسل الميادين في غزة أفاد باشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل قرية المغراقة شمالية مخيم انصيرات وسط القطاع سرايا القدس بدورها أعلنت قصف مستوطنات سيديروت ونرعام وكيسوفيم في غلاف غزة برشقات صاروخية كذلك أعلنت سرايا قصفات موضع لجنود الاحتلال وآلياته جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل بالاشتراك مع لواء العمودي كتائب شهداء الأقصى أما كتائب القسام فأعلنت استهدافها قوة راجلة تابعة للاحتلال شرقية حي التفاح في مدينة غزة بقذائف الهاون اشتركوا في القناة الذي قدمته إسرائيل عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أستراليا في ضربة جوية على غزة ليس جيدا بما يكفي وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الحكومة البريطانية حذر نيتنياهو من أن لندن ستعلن أن إسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي إذا لم يحدث تغيير في موضوع المساعدات الإنسانية في غزة مؤسس منظمة وولد سنترال كيتشن خسي أندرياس اتهم الاحتلال باستهداف موظفي المنظمة في غزة على نحو منهجي وفي مقابلة مع وكالة رويترز كشف أندرياس أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع جيش الاحتلال الذي أكد أنه كان على علم بتحركات موظفيها كانت تدين كل المعلومات بوضوح في الدقائق والساعات الأولى الوضع كان واضحا جدا عندما بدأنا نرى صور هذه الجثث وجوازات السفر في المستشفى والتي تؤكد أن هؤلاء هم أفرادنا الحمض النووي كذلك كان أعضاء الفريق السبع من بين رجال الأمن المتخصصين لدينا ثلاثة أفراد بريطانيين وثلاثة أفراد من الطاقم الدولي إضافة إلى فلسطيني واحد كانوا يستهدفونهم بنحو منهجي سيارة تلوى أخرى ما زلنا نحاول الحصول على جميع المعلومات عما حدث في السيارة الأولى نشعر بأنهم هربوا بأمان لأنها كانت مدرعة حذر نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف من أن ثلثة أطفال شمال قطاع غزة مهددون بالموت جوعا وعطشا بسبب حرمانهم الحق في الحصول على أبسط مقاومات الحياة وأشار في خلال إفادته أمام أعضاء مجلس الأمن إلى أن العشرات من الأطفال باتوا جوعا بالفعل شاهدت في غزة تدميرا واسعا للبنية التحتية واللوجستية وما يشبه الحصار المطبق على شمال القطاع هناك تعطيل متكرر أو رفض لمنح القوافل ترخيصة للدخول هناك فقدان للوقود وللنور وكلها تركت آثارا مدمرة على حياة الأطفال الذين لم يستطيعوا الحصول على طعام مغذن أو علاج صحي كما تدنى معدل حصولهم على المياه إلى لترين أو ثلاثة لترات يوميا للطفل الواحد لذلك شهدنا الشهر الماضي سوء تغذية حدا في شمال القطاع شمل ثلثة الأطفال وسجلت عشرات الوفيات بين الأطفال بسبب نقص الطعام والجفاف فيما يعاني نصف السكان نقص تغذية بمستوى كارثي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي أن الوزير لويد أستن عبر عن غضبه لوزير الأمن الإسرائيلي أف كالند إزاء الاستهداف الإسرائيلي لقافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة وورد سنترال كيتشن وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لا علم لدى الولايات المتحدة حول ما إذا كانت أسلحة أمريكية قد استخدمت في العدوان الذي قتل في خلاله عاملون من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة إلى الضفة الغربية حيث دارت اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في خلال حصار منزل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين كما فجر مقاومون عبوة بجرافة للاحتلال قرب دوار الأحمدين في جنين مصادر أفادت عن اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب دوار البطيخة وشارع حيفا واستهدف المقاومون قوات الاحتلال تزامنا مع بدء اقتحام المدينة كما أفيد عن اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة السهل ومحيط شارع حيفا في مقامة جرافات الاحتلال بتجريف الشارع العسكري سادت الفوضى جلسة الكنيسة بعدما اقتحمها أهالي الأسرة لدى حركة حمس وسائل علامة إسرائيلية كشفت أن الأهالي لونوا أيديهم باللون الأصفر وحاولوا النزول إلى القاعة ذو الأسرة صرخوا مطالبين المسؤولين بالعمل من أجل إعادة ذويهم ثم قاموا بطلي زجاج المجلس باللون الأصفر اعتراضا على تقاعس الحكومة في عودتهم زعيم المعارضة يائر لبيد حث المتظاهرين على الحفاظ على القانون وطالب الشرطة بالحفاظ على المتظاهر عضو الكنيسة عوفر كيسيف وصف الهجوم على مجمع الشفاء بأنه جريمة حرب ما أدى إلى استبعاده من القاعة في الكنيسة في تشرين الثاني نوفمبر فرضت لجنة الأخلاق عقوبة حقيرة ومضادة للديمقراطية على زميلة عيدة توما سليمان في أعقاب تغريدة لها أنذرت فيها عن الهجمات ضد مستشفى الشفاء حيث شاركت فيها صحيفة بريطانية حذرت من المس بالأبرياء والمرضى والأولاد والطاقم الطبي إذن أنا أعلن من على هذه المنصة أن الهجوم على الشفاء هو جريمة حرب الهجوم على مستشفى هو جريمة حرب ذكرت هيئة البث الإسرائيلية رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو رفض على نحو قاطع مقترحة عضو حكومة الحرب بني جنس بشأن الانتخابات المبكرة وشهدت المحادثات بينهما خلافات بشأن تحديد موعد الانتخابات جنس دعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول أيلو السبتمبر المقبل وقال جنس أنه لن يجلس في حكومة لا تعمل حقا لإعادة المخطوفين لا يمكننا تجاهل كارثة السابع من أكتوبر وما سبقها ينبغي أن نصل إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات بحلول سبتمبر وذلك بعد نحو عام تقريبا من بداية الحرب توصلت مع القادة السياسيين بشأن هذا الأمر في الأسبوع الأخيرة وأبلغت ذلك رئيس الوزراء الذي أتمنى له الشفاء العاجل وسأواصل الحوار معه بشأن هذا الأمر مثل هذا الموعد المتفق عليه لإجراء الانتخابات سيتيح لنا مواصلة جهدنا العسكري وسيسمح الإسرائيليين بمعرفة أننا سنجدد الثقة بيننا قريبا وهذا سيمنع حدوث شرخ بين الناس رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أعلن أن عودة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة هي النقطة الأساسية العالقة في التفاوض وعقب لقائه نظيره الإسباني بيدرو سانشيز في الدوحة قال أن النقطة الشائكة الأخرى تتعلق بعدد الفلسطينيين الأسرة الذين سيفرجوا عنهم المسألة البطبقية الآن والتي تسمعون عنها من كل الأطراف هي عودة النازحين إلى ديارهم وهو الأمر الذي لم يوافق عليه الإسرائيليون بعد ربما تكون هناك بعض المشاكل البسيطة في مسألة التبادل والتي أعتقد أنه يمكن حلها لكن النقطة الأساسية التي نحن عالقون فيها هي عودة النازحين إلى ديارهم توعد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامينئي توعد الاحتلال الإسرائيلي بالرد على العدوان الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وفي منشور له في منصة إكس باللغة العبرية هدد سيد خامينئي تل أبيب قائلا أن الصهاين سيندمون على جريمتهم وكان سيد خامينئي قد أكدان الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى صفعة ردا على الهجوم الذي شنه على القنصلية الإيرانية في دمشق وفي خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين قال السيد خامينئي أن إسرائيل وقعت في مصيدة في غزة لا نجاة منها هزيمة الصهاينة في غزة مستمرة والمساعي اليائسة التي يبذلها الكيان الصهيوني كالاعتداء الذي ارتكبه في سوريا لن تنجيه من الهزيمة وبطبيعة الحال سيجري توجيه صفعة له على فعلته إن هذه الممارسات التي يقوم بها كيان الاحتلال لن تعالج أو تحل مشكلته فالصهاينة أوقعوا أنفسهم في فخ ولا توجد إمكانية لنجاتهم وهم يصبحون يوما بعد يوم أقرب إلى الزوال والإضمحلال السيد خامينئي قال أن يوم القدس العالمي هذا العام سيكون انتفاضة شعبية عالمية على كيان الاحتلال يوم القدس العالمي هذا العام سيكون انتفاضة شعبية عالمية على كيان الاحتلال الصيوني الغاصب ففي السنوات السابقة كانت تقام هذه المراسم في الدولة الإسلامية إلا أن هذا العام سيجري تنظيم مراسم يوم القدس على نحو فعال في دول غير إسلامية جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عزيزة واستدعاء جنود الاحتياط لمنظومة الدفاع الجوي في إطار تقييمه للوضع وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية رفعوا مستوى التأهب القائم مع التركيز على سلاح الجو على خلفية التهديدات الانتقامية في المدى القريب من قبل إيران وبحضور رسميا وشعبيا في سوريا شيع الشهداء القادة العسكريون الإيرانيون الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق واجرت مراسم تشيع الشهدين الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي وخمسة من رفاقهما في مقام السيدة زينب قبل نقل الجثامين إلى مقر وزارة الدفاع السورية وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس أكد أن دماء القادة تمثل منارة لاستمرار درب المقامة حتى تحرير الأرض ورد العدوى هذا الكيان الفاجر ومن يدعمه تحلل من كل أخلاق وبدأوا يقومون بأعمال خارجة عن كل القوانين ويدلع كذلك على أن هذا الكيان لأنه حشر في زاوية الهزيمة أعزي القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وزملائنا في الجيش الإيراني بهؤلاء الشهداء ونقول لهم هؤلاء شهداؤنا وشهداؤكم ونحن معا في خندق واحد حتى الانتصار لا شك أن هؤلاء الشهداء بدلوا جهودهم وجهادهم ودماءهم في سبيل تحرير القدس الشريف واستشهادهم وشهادتهم لا يعني أنه ينتهي الطريق بل بالعكس إنما سيكون سببا لزحف المجتمع المسلم والشباب المسلم نحو القدس حتى تحريرها إن شاء الله ونحن كجيل شباب نحن جميعا في العهد للشهداء أن نكون في طريقهم باتجاه القدس باتجاه تحرير الأقصى إن شاء الله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى من دون رد وخلال احتفال أقامته اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس تحت عنوان ممبر القدس قال رئيسي أن سلوك الاحتلال يدل على قمة فشل هذا الكيان وضيعه العالم لن يعود إلى ما كان عليه سابقا ولا أحد يستطيع أن يرمي مواجه هذا الكيان الصهيوني الذي هزم في عملية طفان الأقصى الصهينتهم أقرب اليوم من أي وقت مضى إلى الانهيار الداخلي وطفان الأقصى أيقظ الرأي العام العالمي وهذا الكيان أصبح مدانا باستمرار من قبل شعوب الدول الداعمة له كما أن التظاهرات المستمرة في دول المنطقة وعلى مستوى العالم تسببت بحصار إعلامي له عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من روسيا والصين وبعد تلقي شكوا من إيران للنظر في العدوان الذي شنته إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق لكن المجلس أخفق في إصطار إدانة موحدة أدى التقرير للزميل نيزار عبود وسط تهديد برد إيراني حاسم على العدوان الإسرائيلي على قنصلياتها في دمشق طلبت إيران من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته بإصدار إدانة فأتت الإدانة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء أكرر إدانة الأمين العام للهجوم ودعوني أكون واضحا جدا إن حصانة البعثات الدبلوماسية ومقارها وموظفيها يجب أن تحترم في كل الأوقات بموجب القانون الدولي نظرا إلى فداحة هذا العدوان الذي يمكن أن يرفع التوتر في المنطقة ويفجر صراعات تطال شعوبا أخرى ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإجرامي والعمل الإرهابي لكن الولايات المتحدة ومعها فرنسا وبريطانيا رفضت الإدانة بذرائع مختلفة لا نعرف حتى الآن وضع المبنى الذي تعرض للقسف في دمشق لكن أي تعد على أي منشأة دبلوماسية هو موجع قلق لدى الولايات المتحدة موقف أثار سخرية المندوب الروسي روسيا الاتحادية تدين بحزم الغارة على سيادة الأراضي السورية وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدولة ووحدة أراضيها ونعتبر أن هذه الأفعال الإسرائيلية تهدف إلى تأجيج الصراع وهي غير مقبولة بتاتا ويجب أن تتوقف وبعكس المواقف الغربية المترجدة كانت غالبية الدول واضحة في الإدانة ومحذرة من تداعيات الجريمة على المنطقة والعالم إن بلاد سوريا تحمل مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وشركائهم في الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات وتبعاتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وفقا للأمين العام للأمم المتحدة قتلت إسرائيل في غزة نحو 200 موظف أممي ولم تتوانى عن استباحة سيادة سوريا والقنصلية الإيرانية في دمشق ومع ذلك تستمر الولايات المتحدة في دعمها عسكريا وسياسيا وترفض إدانة جرائمها نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله رأى أن طوفان الأقصى وضع الاحتلال الإسرائيلي على حافة الهاوية والسقوط النهائي أستطيع أن أقول أن العمر يتجاوز مشروع إسرائيل الكبرى ومشروع إسرائيل العظمى إلى أصل بقاء وجود هذا الكيان أستطيع أن أدعي أن طوفان الأقصى وضع الكيان صهيوني على حافة الهاوية والسقوط النهائي والزوال وأن ملامح ومعالم هذا الأمر ستظهر مع الوقت لا نقول أن هذا الأمر سيحصل في أيام قليلة أو أشهر قليلة ولكن السنوات القليلة المقبلة سوف تظهر فيها هذه المعالم وهذه الآثار وهذه الملامح ما حققه بالدرجة الأولى طوفان الأقصى على أكثر من صعيد أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي وعسكري ونفسي ومعنوي أنه هزى وزلزل أسس هذا الكيان وأسس هذا المشروع رئيس المكتب السياسي لحركة حمس مع الهنية أكد تشبث المقاومة بمطالبها المتمثلة في الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحابه الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين ورفعي الحصار قد وحدت هذه المعركة المباركة صفوف أبناء الأمة وتجلى أعظم مشهد لهذه الوحدة في وحدة الساحات والجبهات من فلسطين إلى لبنان فاليمن والعراق بدعم وإسناد من الجمهورية الإسلامية في إيران وهنا نقف بتقدير واعتزاز إلى ما قامت به دولة جنوب إفريقيا من دور رائد في رفع الدعوة القانونية في لاهاي وبدء محاكمة قادة هذا الكيان على فاشيتهم وجرائمهم التي يرتكبونها في غزة وأدعوكم إلى تصعيد الفعاليات وتكثيفها والضغط على حكومات بلادكم لتنحاز إلى جانب الحق الفلسطيني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة شدد على ضرورة التمسك بوحدة المقاومة ووحدة ساحاتها في مواجهة مشروع تفتيت المنطقة لمصلحة المشروع الصهيوني هنا تكمن أهمية وضرورة وحدة قوى المقاومة ووحدة ساحاتها وجبهاتها في مواجهة مشاريع تفتيت المنطقة لصالح المشروع الصهيوني أما قائد أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي فقال أن الاحتلال عجز عن تحقيق أي من أهدافه في غزة أو أي صورة للنصر بعد ستة أشهر من العدوان والخيار الوحيد الناجح هو الجهاد في سبيل الله تعالى وهو الخيار الذي تحركت على أساسه حركات المقاومة في فلسطين ومعها أحرار الأمة وهو الخيار الذي أثبت جدوائيته سابقا في لبنان بهزيمة العدو الإسرائيلي وانبحاره في عام 2000 ميلادية وانكساره واندحاره وهزيمته في عام 2006 ميلادية وكذلك اندحاره في ثلاث جولات في غزة وفشله المخزي والفاضح في عدوانه الراهن الذي يرتكب فيه جرائم الإبادة الجماعية في غزة على مدى ستة أشهر دون أن يتمكن من إنهاء المقاومة ولا استعادة الأسرى بدون صفقة تبادل ولا إحراز أي صورة للنصر وإنما صورة بشعة للإجرام الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري قال إن المقاومة ما زالت صامدة وتدير المعركة بكل حكمة وحنكة مشددا على أن القضاء على حماس هو ضرب من الخيال باعتراف الأمريكيين أنفسهم بدأت جبهة المقاومة تتسأ وتتحفز وتقتحم وقد أبى الرجال في كل بلدان محور المقاومة أن يتركوا فلسطين لوحدها فكان موقف العراق ولبنان واليمن والدور التبير للجمهورية الإسلامية في إيران يا أهلنا في غزة وفلسطين نحن نواسيكم بأرواحنا ودمائنا إذ نسمع نداء الموحدين القالد هل من ناصر ينصرنا لم يخذلكم شريف مؤمن صاحب بصيرة بل خذلكم الأنذال والجبناء والمطبعون الأمين العام لحركة النجماء الشيخ أكرم الكعبي شدد على أن المقاومة في العراق ولبنان واليمن ستقف مع المقاومة الفلسطينية حتى النهاية وتحقيق الناصر نقول العدو الصهيوني وداعمته أمريكا إن استخدام جزء محدود جدا من سلاح المقاومة خلق تحديا لهيمنتكم بينما أنتم قمتم بصب كل ما في جعبتكم على نساء وأطفال شعب غزة الأعزل وبعد مضي ستة أشهر من الحرب لم تتمكنوا من تركيع غزة التي كانت محاصرة منذ عقدين اليوم أصبح الكيان في حالة ضعف شديد جعلته يرتبك حتى في مواجهة مقاومة فلسطيني واحد يخرج في الضفة أو القدس أو بيت لحم بسلاح فردي ويهاجم القوات الصهيونية الإرهابية وبمناسبة يوم القدس تشهد دول محور المقاومة اليوم الخميس بشكل متزامن استعراضا بحريا لقوات التعبئة دعما للشعب الفلسطيني وكان قائد بحرية حرس الثورة في إيران علي رضا تنجسيري قد أعلن عن استعراض لقوات البسيج البحرية في دول محور المقاومة لافتا إلى أن قواته ستشارك بثلاثة ألاف سفينة كبيرة وصغيرة العشرات من منظمات المجتمع المدني تقدم في مقر الأمم المتحدة في جينيف شهادات عن الإجرام الإسرائيلي وهيومن رايتس واتش تؤكد للميادين أن الإجرام الإسرائيلي مستمر بسبب تواطئ المجتمع الدولي موسى عاصي تحول المنتدى السنوي لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره المنعقد في جينيف إلى منصة كشفت خلالها عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية فضاعة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة وباقي الأراضي المحتلة هذه المنظمات التي قادمت من دول عديدة ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمت ما يمكن اعتباره وثائق مثبتة عن حجم الإجرام الإسرائيلي حركة العالمية لدفاع الأطفال وثقت حالات 31 طفل فلسطيني تم قتلهم من خلال التجويع من خلال عدم إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية لدينا العديد من الشهادات التي تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة على سبيل المثال شهادة الطبيب في أحد مستشفيات غزة عمران النجار بشأن قتل الفلسطينيين خلال عملية النزوح الجماعي ولدينا الخبير بشؤون الإبادة في زمن الهولوكوست ويليام شابت الذي قارن بين ملامح خطاب الحكومة الإسرائيلية والتطبيق العسكري الإسرائيلي في الميدان يومان رايتس ووتش رأت أن إسرائيل لم تكن لتقوم بهذا الحجم من الإجرام لو لا دعم الدول المتحالفة معها لسوء الحظ ما لدينا هو مجتمع دولي عاجز ومتواطئ وذلك لا يعني فقط نهاية حقوق الشعب الفلسطيني بل ما نشهده هو موت للنظام الدولي موت تحت وطأة النفاق والمعايير المزدوجة المنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة ولسيما في غزة تعرضت للانتقام المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان تتعرض إلى هجوم غير مسبوك أولا بمحاولة نزع الشرعية عنها الشرعية القانونية والأخلاقية تارة نوصيها بالإرهاب وتارة أخرى باللسامية ومن جهة أخرى تجفيف مصادر التمويل لها ويأتي الانتقام الإسرائيلي من هذه المنظمات بعدما تمكنت عام 2021 استنادا إلى ما جمعته من وثائق عن حجم الانتهاكات الإسرائيلية من إقناع محكمة الجنايات الدولية لإعلان ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة معلومات موثقة ودلائل قاطعة تقدمها منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية تثبت بما لا يقبل الشك ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة معلومة هذه المنظمات التي تتجاوز إلى حد بعيد تقارير منظمات الأمم المتحدة جعلت منها هدفا لاستهداف إسرائيلي ممنهج موسى عاصي جنيف الميارين إلى جبهة الإسناد اللبنانية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة كذلك أعلنت المقاومة استهداف مجموعة من جنود الاحتلال أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية المقاومة أعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال في خلة وردي إضافة إلى تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثقنة برانيت وموقع رئيسات العالم في تلالك فرشوبة اللبنانية المحتلة كما أعلن استهداف موقع الراهب وتجمع لجنود الاحتلال في محيطه قالت الخبيرة في شؤون السياسية نيفين أبو رحمون إن الاحتلال الإسرائيلي خسر عمليا شمال فلسطين المحتلة وأشارت في مقابلة مع الميادين إلى أن حزب الله هو من سيحدد مسار التصعيد ما يحدث فعليا أن حزب الله هو فرض ذلك وباعتقادي هو الذي سيحدد مسار التصعيد وليس إسرائيل يعني إسرائيل فعليا خسرت الشمال بفعل ذلك إضافة إلى أنه ما زال ما يقارب 150 ألف نازح خارج المستوطنات هناك شلل كامل في المنطقة وما يعني أنه حتى الآن لا تحقيق الأهداف إسرائيل أيضا على مستوى إزاحة حزب الله عن الحدود بل أنها غير قادرة على استعادة سكان المستوطنات إلى بيوتهم وغير قادرة على حسم المعركة حتى الآن ولذلك نسمع أيضا آراء إسرائيلية تقول أنه لا يمكن الذهاب لحرب مع حزب الله لأن الجيش فعليا منهك والمعضلة الأساسية في هذا المصاري تتعلق فقط في المستوطنين واستعادتهم إلى بيوتهم ومن جهة أخرى هي جبهات الإسناد التي شكلت قوة كبيرة للمقاومة في غزة جبهة استنزاف حقيقية يواجهها الاحتلال على الحدود الفلسطينية اللبنانية تحت ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان وتصاعدها كما ونوعا وعمقا بالتوازي حرب صورة مستعرة فبعد نشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية صورا مرفقة بعبارات ذات معانا ودلالات الإعلام الإسرائيلي يرصد ويحاول تفسير هذه الرسائل حسين السيد خلف دخان المعارك حرب رسائل تستعر بين المقاومة وبيئتها الحاضنة من جهة والاحتلال من جهة أخرى في قرى المواجهة صورة المشاركة الحاشدة في تشيع شهداء المقاومة تصل بوضوح إلى الاحتلال أنا من الصامدين بعدني هوني بالإخيام حبيت اليوم المشاركة لنشوف أهلنا وأصحابنا وبعدين الشاب عزيز علينا كأنه راح من كل بيت فيش عنا منها هادي كان بالإخيام نحنا مسلم بمسيح وشيع ودرزي وغير وغيرته هاي فيش عنا منها يعني لذا مات واحد كل عمرنا كانوا من الشيعة ومسيحية الضائعة كلها تيجي سمودنا كله بفضل المقاومة وباقيين وبنتحدى إسرائيل وباقيين وسابتين وبعدنا ما طلعنا من الضائعة هي حرب الصورة إذن تعرف المقاومة تأثيرها ووقعها داخل الكيان لذلك تمرر الرسائل من خلال أعلامها الحربي الذي يوثق العمليات وينشر ما يسهم في تعزيز المواجهة الأعلامية بعبارات من دعاء أهل الثغور وصور مقاومين ومسيرات وصواريخ بالإضافة إلى تسليط الضوء على البيئة الحاضنة تمرر المقاومة رسائلها العمليات مستمرة والنصر المقرون بالتضحيات والصبر إضافة إلى الدعم الشعبي للمقاومة قادم لا محالة هي قراءة مختصرة في فحو المنشورات وعباراتها يطلقها العدو سريعا عبر إعلامه المتتبع لكل صورة ومشهد من جنوب لبنان كصواريخها تعبر الرسائل المقاومة الحدود وتصيب أهدافها بدقة وصداها يتبدى في الإعلام الإسرائيلي في محاولة لقراءة الآتي حسين السيد من مدينة الخيام جنوب لبنان الميادين في الخطوط الأمامية جنوب لبنان تواصل تواقم الإسعاف والإنقاذ عملها الإنساني في نقل الشهداء والجرحة نتيجة القصف الإسرائيلي رغم الظروف الخطرة حاملين دماءهم على أكفهم في سبيل التلبية الصامدين في بلداتهم وقراهم ومساعدتهم فاطمة فتوني على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة تخوض المقاومة مواجهات يومية مع قوات الاحتلال ردا على جرائمه فيعمد الاحتلال إلى استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم هنا تتحرك فرق الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي وغيرهما من طواقم الإسعاف تحت خطر الاستهداف المميت خلال هذه الفترة صار فيه اعتداد على مراكز الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية ادمرنا أربع مراكز بالإضافة لمركز تعرض لغمار جزئي بالإضافة لارتقاء عنا تسعة شهداء وسجرح صعوبات كبيرة خاصة من الطيرات المصيرة والطيرات الحربية لأنه عم نقدم على أي محاولة بدنا نقص فيها حدا ما بنعرف الدرب الثاني أم تاني بتجي أكلنا أكثر من غارة بأكثر من مطرع رغم كل الظروف لم يتخلوا عن واجبهم ولم يتراجعوا أمام عدوانية الاحتلال ولم تخفهم تهديدات الإسرائيليين كل هذه التضحيات اللي بدلناها عم زيدنا إسرار وعزيمة بشكل أكبر لنكون حاضرين وجاهزين وحاضرين بأي ساعة أو بأي وقت بيتطلب مننا نحن لا ننام أو ننام أبدا يعني بحياتنا الطبيعية ما من ننام بس ما ننام نكون استشهدنا أو تقلنا لعالم آخر يعني فأكيد مكافيين وعطلنا نحن مضحيين وجود طواقم الإسعاف في الخطوط الأمامية للمواجهة أمر أساسي للمواطنين الذين أصروا على التمسك بالأرض ورغم المخاطر يقوم المسعفون بواجبهم في تقديم كل أشكال الرعاية الطبية والإنسانية نحن جمعية إسعافية خيرية بتساعد على سحب جثامين الشهداء وتضميد المصابين ونقل المصابين والجرحة بالنهاية العالم بس تشوف هذا المنظر أنت وعم تاخذ هذا المشهد أي حدا بيمرو بيتونس فينا بصور عنده شوية سكون بينه بنحال وأنه والله في جمعية إسعافية هم بتساعدنا بالدربيل علينا بتخدمنا أي طارق من الدخل أي حريق هنا يحمل المسعفون دماؤهم على أكفهم وهم الذين عايشوا وعلى مدى عقود ممارسات الاحتلال الذي لا تردعه اتفاقات دولية ولا شرائع إنسانية ورغبته بالانتقام من الصامدين في أرضهم تجعله يستهدف بشكل متعمد طواقم الإسعاف والرعاية الطبية فاطمة فتوني مدينة الخيام جنوب لبنان الميادين إلى جبهة الإسناد العراقية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف هدف حيوي في أسدود قاعدة رماد ديفيد الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فجر اليوم جاء ذلك بعد ساعات على إعلانها قصف مطار حيفا بالطائرات المسيرة وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان الاستمرار في دك معاقل الأعداء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل كذلك نشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عملية استهداف إيلات مطلع الشهر الحالي ترجمة نانسي قنقر لياليوم الحادي عشر يشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء جميع الاتفاقية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي اقتجمع الألاف للمطالبة بإغلاق السفارة والغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المتظاهرون طالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعوا إلى كسر الحصار على الفلسطينيين مؤكدين دعمهم للمقاومة هذه الوقفات ستتكرر حتى تنتصر المقاومة ولن يكل شعبنا الأردني بوقفاته حتى تتوج هذه المعركة بالنصر المؤذر لصار شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المؤذرة ونقول بهذا الشأن مطالبنا أن يستمر لحراك الشعبي الأردني وأن ينسجم الموقف الرسمي الأردني الرسمي مع الموقف الشعبي السفارة الموجودة نحن بدنا شيئا النقل البري اللي بيصير بشكل يومي من الأردن بمرو من الأردن بروح لإسرائيل برضو هذا نحن بدنا شيئا لا من عاداتنا ولا من أخلاقنا أخبان عمالهم بموتهم لا أحد يغاري عنهم لا أحد يحاسس فيهم نحن نسويه هذا أقل أقل من المطلوب أقل بكثير من المطلوب ونحن نسوي المفروض أكثر من هيك بكثير أحيات السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو مناسبة يوم الأرض بحضور كبير للجاليات العربية والأجنبية والناشطين المؤيدين لفلسطين في روسيا المشاركون رفعوا لافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة وطالبوا بوقف الجرائم التي يرتكبها لاحتلاله الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي تام كل الشعب الروسي يتضامن مع فلسطين ليس المسلمون فقط بل الأورثودوكس أيضا وهم ضد صهيانة فلسطين وصهيانة القدس المدينة التي يجب أن تكون مفتوحة لكل الديانات للمسلمين والمسيحيين والمؤمنين من اليهود هذه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعيش تاريخيا على أرضه وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات بدعم من الدول الغربية يؤكد أن هذا العمل إرهابي وإبادة ونصلي لله من أجل أن تنتهي هذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني استشهد ثلاثة من القوات الأمنية الإيرانية في هجوم إرهابي مسلح شنه إرهابيون على مركز لحرص الثورة وآخر للشرطة في تشابهار ومركز للحرص في راسك بمحافظة سستان وبلوشستان المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني مجيد مير أحمدي قال أن مجموعة من تنظيم جيش العدل الإرهابي قامت بهجومين إرهابيين متزامنين على مقار لحرص الثورة والحرص البحري في تشابهار وراسك وقد تصدت القوات الإيرانية للهجومين في المدينتين وأحبطت هما واشتبكت مع عناصر التنظيم حيث تم القضاء على ثمانية من الإرهابيين ومن تبقى منهم ما زالوا محاصرين في مدينتي تشابهار وراسك توسعت التظاهرات ضد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني لتصل إلى خمسين نقطة وتطورت تبعاتها إلى حد المواجهة بين معارضه وأنصاره كل ذلك وسط مخاوف من حرب أهلية في إدلب نتيجة سلوك الجولاني وجهازه الأمني ديما نصيف لا أحد يعرف تماما متى ستتوقف التظاهرات ضد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني فسرعة انتشارها وتوسع رقعتها يسابقان قدرته على احتوائها أو قمعها الرصاص زاد من نقبة الأهالي والتظاهرات اليومية تعلن اقتراب ساعة الصفر لمواجهات مباشرة مؤشر لا يتقاطع مع رهانات الجولاني على إمكانية توقفها أو قمعها بعدما تجاوز سقف المطالب وانخراط الشرعيين فيها قناعة الجولاني أو قدرته على تقديم تنزلات أكبر التظاهرات تنهك الجولاني وتستنزفه وهي معركة أطول من المعارك العسكرية التي يحاول فتحها مع جبهات الجيش السوري جنوب إدلب وغرب حلب للتخفيف من ضغط البيئة الداخلية لكن كل المحاولات أخفقت وعمقت من أزمته بعد خسارة عشرات المسلحين في تلك الهجمات عشرات المقابر الجماعية لأشخاص مجهولين قضوا تحت التعذيب في سجون الجولاني العمالة تهمة تلاحقه أيضاً مقربون منه سربوا معلومات عن أعطائه الأوامر لاعتقال خصومه وتعذيبهم وتلفيق التهم لهم تمهيداً لتصفيتهم ناشطون رأوا أن الجولاني سيتسبب بمواجهات في مناطق نفوذه بين المتظاهرين وأنصاره بعد إعطاء التوجيهات لماكيناته الإعلامية بشيطنة المتظاهرين توسع المظاهرات لتنضم إليها مناطق جديدة لم تكن تشارك بزخم كبير في وقت سابق أمر ضاق به أنصار الجولاني ذرعاً وبدأوا بالتضييق على المتظاهرين والخروج في تظاهرات مضادة مؤيدة لزعيمهم نذر حرب أهلية تلوح في إدلب أمر يفضله الجولاني على ما يبدو على خسارة إمارته التي رسمها بخطوط عسكرية تزداد الأوضاع تعقيداً في وجه الجولاني وعلى الأرض تراكمت أعداد من يريدون الانتقام منه خاصة بعدما وصل عدد من قتلهم في سجونه إلى ألفين معتقل ورغم تلويحه بالفوضى الجهادية بديلاً له إذا ما أسكت حكمه في إدلب يبدو الجولاني ورقة منتهية الصلاحية حان وقت التضحية بها ديماناصيف ديماشق الميادين يدلي الكويتيون بأصواتهم اليوم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في أولى انتخابات تشريعية تنظم في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وقد دعي نحو 835 ألف ناخب وناخبة إلى استنضيق الاقتراع على اختيار خمسين نائباً يمثلون خمس دوائر انتخابية لولاية مدتها أربع سنوات هذا وقد حل مجلس الأمة الكويتي مرات عديدة منذ تشكيله في ستينيات وقرن الماضي ومن وقتها عرفت الكويت رحيل نحو 11 حكومة واستقالة وإعفاء أكثر من 15 وزيراً أعلم بكم مجلس الأمة الكويتي حل مرات كثيرة منذ تشكيله للمرة الأولى عقب الاستقلال وإعلان الدستور عام 63 من القرن الماضي ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية نصت المادة 102 من الدستور على أنه في حال عدم تمكن مجلس الأمة من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يحق له أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي يمكنه أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس الوزراء ذاته أتبر معزولاً وتؤلف حكومة جديدة وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حال عدم التعاون مع الحكومة أو العكس وتلئ الحل فوراً الدعوة إلى انتخابات جديدة بهدف الخروج من أي أزمة سياسية مستعصية ولفتح الباب أمام خيار جديد للشعب عبر الاحتكام إليه في صناديق الاقتراع عرفت الكويت رحيل نحو 11 حكومة واستقالة وإعفاء أكثر من 15 وزيراً من جراء أكثر من 120 استجواباً على امتداد أربعة عقود في ظاهرة باتت لافتة لتكرار استخدام النواب الاستجوابات الآدات العليا برلمانياً بنحو دفع وزيرين بارزين إلى الاعتراض عليها وتقديم استقالتيهما وطبقاً للمادة 107 من الدستور فإن الأمير يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه الأسباب وإذا حل المجلس واجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في مدى لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل تحدث وزير الجيش الفرنسي سيباستيان ليكونو مع نظير هياروسي سيرجيش ويغو للمرة الأولى منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2022 لكونو أكد استعداد فرنسا لإجراء مزيد من الاتصالات مع موسكو من أجل محاربة الإرهاب مع تجديد على إدانة الحرب الروسية على أوكرينيا وفق تعبيره أما شويغو فحذر من أن أي تطبيق عملي لفكرة الرئيس الفرنسي بإرسال قوات إلى أوكرينيا سيسبب مشاكل لباريس كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنسي ستوتنبورغ عن عدم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الشكل الذي سيجري به دعم أوكرينيا وعقب اجتماع وزراء خارجية الناتو تحدث ستوتنبورغ عن الاتفاق على البدء بالتخطيط والطلب من السلطات العسكرية للحلف تقديم الخطط والتفاصيل قبل اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماعنا ناقشنا كيفية وضع دعمنا على أساس أكثر ثباتا واستدامة للمستقبل يتفق جميع الحلفاء على ضرورة دعم أوكرينيا في هذه اللحظة الحرجة واليوم وافق الحلفاء على المضي قدما في التخطيط لدور أكبر لحلف شمال الأطلسي في تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب التفاصيل ستتبلور في الأسابيع المقرية يمكن لأوكرينيا أن تعتمد على دعم حلف شمال الأطلسي الآن وعلى المدى الطويل تحديات جمة تحيط بحلف شمال الأطلسي في يوبيله الماسي أصحاب القرار في الناتو يبحثون إعادة تنشيطه على هامش قمة بروكسل لوزراء خارجية الدول الاثنتين والثلاثين المنضوية تحت عباءة الحلف إضافة إلى العلاقات المستقبلية مع روسيا أحمد محيددين صندوق بقيمة 100 مليار دولار لخمس سنوات مقترح سيكون أساسيا على طاولة الناتو لدعم أوكرانيا على المدى الطويل وتاليا إشراق الحلف على نحو أكبر في إرسال أسلحة إلى كييف فضلا عن تنصيق عمليات إيصال المساعدات العسكرية وتدريب الجيش الأوكراني مضى عماني على المواجهة الروسية الأطلسية فشلت كييف ومن خلفها دول الناتو بتحقيق أي إنجاز حيث توسعت الأراضي الروسية بعد انضمام دانيسك ولوغانيسك وغيرها إلى الاتحاد الروسي وثم تتخوف لدى الحلف من قدم الجيش الروسي مزيدا من المناطق في الأشهر المقبلة أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وصف ما وصل إليه الناتو خلال 75 عاما بالتاريخ الدموي مشيرا إلى أن الحلف مصدر خطر وأزمات وصراعات على المدى الطويل مؤكدا أن الجيش الأوكراني وقوات الناتو لا يستطيعان فعل أي شيء في ساحة المعركة وأن العدو أعجز من أن يلجأ على نحو المتزايد إلى الأسليب الإرهابية وبرأي موسكو فأن الناتو عاد إلى أوضاع الحرب الباردة في علاقته بها الحلف الذي قال عنه قبل سنوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعيش موتا سريريا يواجه تهديدات عديدة هذه الأيام أحدها يكمن في احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الانتخابات الأمريكية مفصلية بالنسبة إلى الأطلسيين حيث أحدث ترامب هزة في أوسط حلفائه بقوله إنه سيشجع روسيا على أي دولة في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية ما أثر الشكوك حيال الالتزام واشنطن تجاه حلفائها في حال هزيمة الرئيس الحالي جو بايدن أحمد محي الدين الميادين بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة دائما للمزيد من الأخبار وتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت باللغة العربية إضافة لموقعي الميادين باللغتين الإنجليزية والإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي نلتقي على رأس الساعة إلى اللقاء